معنا من إسطنبول عوض الاتلاف الوطني السوري أحمد رمضان أهلا بك أستاذ أحمد نحن على وشك بلوغ منطقات وقف تصعيد رابعة ماذا تمرر إيران التجربة في المناطق الثلاث الماضية ألم تفرد سطوة هذه الميليشيات ونفوذ النظام عليها مساء الخير لك وليسادة المشاهدين الكرام لا شك أننا إذا ما راجعنا البيان الصادر الآن عن أستانة في ختام هذه الجولة سنجد نصا مليئا بالثورات من ناحية وأيضا قابلة للاختراك كما حدث في المرات الماضية وهو لا يعطي إجابة عن القضايا الأساسية والجوهرية سواء تعلق ذلك بوقف إطلاق النار أو تخفيف التصعيد وأيضا آلية الرقابة على ذلك والتعامل مع الخروقات التي يمكن أن تحصل وهو لم يجب عن الخروقات السابقة قطعا وأيضا عن القضايا الأساسية لاحظنا أن البيان تجاهل كليا القرارات الدولية وتحدث فقط عن القرار 2254 تجاهل قضية المعتقلين إلا من زاوية المنامسة الخفيفة لهذا الملف الحساس الذي يتناول ربع مليون معتقل لدى النظام هذه النقاط وعلامات مختفى قسرية تجاهل قضية المساعدات وبالتالي كل هذه القضايا سأجيبك عن النقطة الأساسية دور أنقرة وموقف تركيا سأجيبك عن السؤال الأساسي سأجيبك عن السؤال الأساسي الذي تفضلت فيه بالبداية حول دور إيران وهو أن إيران تسللت إلى هذه العملية دون أن تقدم أي تنازلات من ناحية وأيضا روسيا أيضا بسطت نفوذها على الأرض أيضا دون أن تقدم ما يجب أن تقدمه الإجابة فعليا تكمن في الرسالة التي أرسلها بشار الأسد إلى خامنئي ويحيي بصفته صاحب السماحة وأنه يحتفل معه بيئة الانتصارات التي حققها على الأرض وكأنه هو الذي يقاتل فعليا وبالتالي يعطي الإشارة بأنه صاحب السلطة على الأرض وأيضا الاحتفاء بصور بوتين في المدارس التي رفعت والعلم الروسي وبالتالي أعتقد أن هذا الاتفاق لا يعطي إشارة بأننا أمام مرحلة جديدة يمكن أن تحقق السلام بقدر ما أننا فعليا أمام مرحلة تعطي النفوذ الفعل الآن للطرفين الأساسيين روسيا وإيران ألم يكن بإمكان أنقرة أن تعترض على هذا الدور المتقدم لإيران في عملية أستانا؟ ولماذا أدار أردغان ظهره لكل المواقف السياسية التي كانت ربما تمثل الواجهة الأخرى لما تطرحه المعارضة السورية؟ أعتقد أن هناك ضغوط يفرضها الواقع وضغوط أيضا فرضها التناجع الأمريكي الأساسي في الميدان الجانب الأمريكي عندما لم يوفر الحماية للمناطق الخاطعة للمعارضة لم يوفر الحماية للمدنيين السوريين في مناطق الجيش السوري الحر كما فعل في مناطق أخرى أيضا وطلب أيضا إخلاء المدنيين وأيضا المقاتلين من منطقة الباذية ولم يوفر لهم ما يجب أن يفعله من حماية جعل الموقف التركي مكشوفا دون دعم حقيقي دولي وخاصة دعم أمريكي ولذلك عندما طر التركي أن تذهب إلى أستانا ذهبت إلى هناك لم يكن لديها الدعم الكافي من قبل حلفائها الأساسيين ومن قبل ما يسمى بأصدقاء الشعب السوري وبدأ الموقف التركي ضعيفا في مواجهة أيضا التغول الروسي العسكري والسياسي على المستوى الدولي وأيضا النفوذ الإيراني الذي كان على الأرض وإيران كانت تهدد بمهاجمة إدلب ومهاجمة باقي المناطق وفعلت أيضا الكثير كما نعلم في منطقة ريف دمشق وحمص وكذلك الآن لابد من الإشارة إلى تطور جوهري كبير حقيقة خلال الساعات الاثنتين وسبعين الماضية وهو عودة الأمور في جزء من المناطق الخاضعة للاحتلال احتلال إيراني والاحتلال الروسي إلى ما يشبه بالظروف التي نشأت فيها الحراك نشأ فيها الحراك في سوريا في 2011 هناك حملة اعتقالات كبيرة جدا هناك حملة دهم ومصادرة أملاك عدد الاعتقالات والاختفاءة القسرية الآن يصل إلى قرابة 500 ما بين دمشق ما بين حلب ما بين أيضا حمص التي دخلتها ميليشيات النظام هناك مطاردة تتم للعوائل والأسر للناشطين هناك رجال كبار السن هناك جوجات هذه الوقاعة الجديدة التي تحدث عنها أستاذ أحمد كل هذه القضايا الحقيقة تتم تحت مسمى تخفيف التصعيد تأتي مع واقع فرضه أيضا التقارب الروسي التركي بيان للخارجية الأمريكية قبل أيام يعني بعد ساعات من توقيع هذه الاتفاقات الأمنية وصفقات الأسلحة التركية الروسية أشارت فيه واشنطن إلى ما يسمى الدول الضامنة وهي أيضا يعني خففت أو استهزأت أيضا من هذا الدور الضامن فعلا لهذه المناطق التي يجري الحديث عنها وشككت في الدور التركي وفي الدور الروسي والإيراني يعني كل هذا الذي يصدر الآن من مواقف لكنه لا يترجم على الأرض بأي شيء كان بإمكان الجانب الأمريكي أن يوفر الحماية في حدها المقبول بالنسبة للمدنيين السوريين وبالنسبة لمقاتلي الجيش الحر على سبيل المثال في المنطقة البادية السورية هناك فصائل للجيش السوري الحر كانت تقاتل ضد داعش وقدمت عشرات الشهداء بل مئات الشهداء في وجه هذا التنظيم الإرهابي ولكن بعد أن تم إبعاد خطر داعش من تلك المنطقة قامت القوات الروسية بتهديد تلك الفصائل بالإبادة وأيضا تهديد المخيمات التي تؤوي أهالي هؤلاء المقاتلين ونازحين آخرين بالإبادة فما كان من الجانب الأمريكي إلا طالب منهم إخلاء تلك المنطقة والتوجه إلى مناطق مجاورة وبالتالي إخلاءها لحساب من؟ لحساب الميليشيات الإيرانية هنا أتحدث عن أمهمية الموقف الأمريكي في عدم ترك مواقف كل الأطراف الداعمة أيضا مكشوفة أمام القدرة العسكرية الروسية والضغط الروسي وأيضا أمام السلوك الإيراني الإرهابي الذي يتم على الأرض ترك هذه المواقف مكشوفة ولكن ماذا عن المعارضة في حد ذاتها؟ هناك العديد من الفصائل التي ذهبت إلى أستانا ووافقت بشكل أو بآخر على الأقل على هذا الدور الضامن لإيران يعني ألا بشكل أو بآخر هذه الفصائل برأيك لم يعد لها أي إشكالية مع إيران مع ميليشياتها؟ هل يمكن أن نفهم هذا العمر؟ على الإطلاق ليس هناك أي فصيل ولا أي طرف في المعارضة سواء تعلق ذلك بالإتلاف الوطني أو الهيئة العليا للمفاوضات أو الجيش السوري الحرب بفصائل أيضا لا نعترف نحن بإيران لا كضامن ولا نعترف بها طرفا في العملية السياسية إيران بالنسبة لنا هي دولة احتلال يجب محاربته وما زال الجيش السوري الحر يتصدى له ولنفوذها أيضا ويجب على المجتمع الدولي أن يتعامل معه على هذا الأساس وأيضا روسيا ولكن سيد أحمد اسمحني هنا المشاركة في حد ذاتها هي إقرار بوجود إيران وبدور إيران المشاركة في حد ذاتها هي إقرار بالدور الإيراني في العملية لا شك هناك لغط كبير فيما يتعلق بالمشاركة وهناك أطراب فعليا لا تقر هذه العملية على سبيل المثال الاتلاف الوطني رفض أن يكون موجودا في محادثات أستانا ووافق أن يكون في محادثات جينيف لأنها ضمن الرعاية الدولية وما زلنا نعتبر أن أستانا لا تتم وفق الأجندة الدولية ولا برعاية على الرغم من المشاركة الخجولة للأمم المتحدة في الجولة الأخيرة أو الجولات السابقة بشكل أو آخر لكن على كل الأحوال هناك مشاركة للفصائل نحن دعمنا هذه المشاركة لكي نقوي موقف الفصائل ونقدر أنها كانت في ظروف صعبة لكن لو كانت الفصائل انتبهت إلى ما يجري وتنبهت مبكرا وتوحدت أيضا تحت المظلة السياسية كما تم مؤخرا عند انضمام 15 فصيل من فصائل الجيش السوري الحر للإتلاف الوطني لا أعتقد كان موقفها بشكل أقوى بشكل كبير من اسطنبول عضو الإتلاف الوطني السوري أحمد رمضان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر